السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم من الأخبار الفلكية زي ما شفتوا أنه رح نحكي عن انتقال عطارد اللي رح يندقل من برج الحمل لبرج الثور يوم الاثنين ثلاثين نيسان طبعا وجوده في برج الثور رح يكون بحركتين يعني رح يمشي للأمام مدة بعدين رح يتراجع بعدين رح يرجع يمشي للأمام هي ثلاث حركات معناته مش حركتين ركز يا سعيد عشان ما يطلع لك اللي عارف حاله أنه رح يقول لك آه أنت خربطت حركتين هي ثلاث حركات تسأل شوني يا صديقي طبعا بالنسبة لانتقال عطارد للتاور رح يكون ساعة أربعة واحد وعشرين دقيقة من بعد عصر يوم الاثنين آه ثلاثة أربعة رح ينتقل كوكب عطارد من برج الحمل لبرج الثور زي ما حكينا آه طبعا رح يظل بحركة أمامية حتى الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة من صباح يوم واحد وعشرين أربعة بعدها رح يبدأ في عملية التراجع في تمام ساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة من صباح يوم واحد وعشرين أربعة ورح يظل التراجع هذا مستمر آه لغاية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة من صباح يوم خمستاش خمسة بعدين برجع للحركة الأمامية آه في نفس برج الثور طبعا كل الحركة آي آه برجع للحركة الأمامية ساعة ثلاثة وستعشر دقيقة صباحا من يوم خمستاش خمسة ورح يظل بحركة أمامية لغاية الساعة عشر أو ستة وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم احدى عشر ستة لينتقل بعديها لبرج الجوزة طبعا هسا واحد يقول لي انت حكيت التواريخ والساعات وهذا وخربط الدنيا وإحنا مركزناش معك طيب مختصرها الحركة الأولى اللي هي التقدمية رح تكون من يوم ثلاثة أربعة ليوم واحد وعشرين أربعة الحركة الثانية اللي هي الحركة التراجعية اللي هي الخطيرة جدا واللي طبعا في آخر الحلقة رح أحكي عنها يعني بعد ما أحكي تأثيرات الحركة الأمامية على جميع الأبراج رح أذكر اللي هي محاذير التراجع عشان تنتبه منها مسبقا بهذا التاريخ اللي هو من واحد وعشرين أربعة لغاية خمسة عش خمسة أما الحركة الثالثة اللي هي التقدمية وتنطبق عليها نفس هاي التوقعات اللي أنا هسا بحكيها نفسها اسمعها يوم خمسة عش خمسة لغاية احد عش ستة هي نفسها يعني هي بالمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة نفس الشيء المرحلة الثانية اللي هي التراجعية هي اللي بتختلف بالنسبة لكوكب عطارد زي دائما ما نحكي هو المأسوء المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة والتحكم بالاتصالات والمواصلات صفاته الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور كثرة الحركة ولكن من سلبياته اللي هي العصبية كوكب عطارد هو أسرع الكواكب في المجموعة الشمسية نظرا لأنه أقرب الكواكب للشمس فالمعروف أنه كل ما ترب الكوكب من الشمس بتزيد سرعته وبالعكس بالعكس يعني كل ما أبعد عن الشمس كل ما بطئة حركته طبعا هذا الكوكب هو المسؤول عن قوة الفكر والإدراك والتعبير والاتصالات والمواصلات ولما بيكون بحركة أمامية زي ما هو حاصل الآن بيكون التركيز والتفكير عالي جدا ونكون أكثر قدرة على التركيز والتفكير برضو بيخلينا نحب أو عنا قدرة على خلق الأفكار الجديدة والمغامرات الفكرية لأنه بيحفز عمل القشر الدماغية أو اللي هو المنطقة الأمامية بفصل الجبهة الأماميهاد بتنشط أكثر طبعا عطارك ببث طاقة في الكون طاقة إيجابية فعالة بتصبح نظرتنا للأشياء والأمور من حولها أكثر عمقا وأكثر رؤية لكن ممكن نصبح نافذي الصبر مع الخصوم أو المعارضة خلال 18 يوم المقبلين بيشعر موليد برج الثور برغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم وتكثر برضو الاتصالات والتنقلات بيستفيد مع موليد برج الثور طبعا الأبراج الترابية الأخرى اللي هم العذراء والجدي والأبراج المائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكل شخص لما انولد في الخارطة الفلكية تاعته كان عطارد موجود في برج الثور وهم هذولا مرضو أكثر الأشخاص اللي بيكونوا مستفيدين طبعا لما بنولد شخصه بيكون عطارد موجود في برج الثور من الصفات اللي بيكتسبها هذا الشخص بتنصب أفكاره حول الجانب العملي في المواضيع اللي بيشغلها بيتوصل لقراراته ببطء بعد دراسة وتقييم لكل خطوة من خطواته وهو غالبا بيتمسك بعنادي بأراءه وأفكاره بغض النظر إن كان على حق أو على باطل طبعا زي ما حكينا في آخر الحلقة رح أحكي عن أهم التحذيرات عن تراجع عطارد في برج الثور اللي بيهتم لهذه المواضيع طبعا بيسمعها طبعا بالنسب لحركة عطارد التقدمية بتبشر باكتشافات جديدة في مجال التكنولوجيا أو العقاقير الطبية الناجحة أو اللي فيها أمل أمراض شوي كانت صعبة بيصير فيه اهتمام بصناعة المواد والعمليات التجميلية يعني المواد والعمليات اللي بتتعلق في أمور التجميل وأيضا إيجاد بعض الحلول لبعض المشاكل المالية أو البنكية العالمية طيب خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون للحركة الأمامية على جميع الأبراج برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل لا شك إن وجود عطارد في بيت المال لا إلك بيدعمك بيعطيك دعم كبير وكثير لأفكار كلها بتتعلق بالمكاسب المالية أو الدخول في علاقات مالية مهمة مع بنوك مع مصارب وهي فترة مناسبة للتخطيط المالي أو إنجاز مشاريع مهمة بيكون يعني هذا كله بسبب نتيجة التواصل مع أشخاص ممكن يقدموا لك دعم نتيجة إقناعهم بأفكارك طموحك ممكن الاستفادة ما أمكن من قدرتك على الخيال والخلق الفكري والإبداعي حسب طبيعة عملك ممكن أنه يسمع خبر سار بخصوص عمله ويحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية والعمل الإضافي كما أن موليد برج الحمل ممكن يسترد أموال بتعودلهم أو مستحقات مالية خاصة فيهم خلال الفترة المقبلة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيساعدكم كوكب عطارد اللي رح يكون موجود في برجكم على دعم مشاريعكم الأدبية والثقافية وبتزداد رغبتكم في القراءة والمطالعة التعليف خصوصا للكتاب والأدباء وبيستفيدوا الطلاب عموما في إنجاز ما ترى كم من دروس كما أنها بتكثر لديكم الحركة والتنقلات والاتصالات في هذه الفترة وبتشهد فترة غنية جدا في التواصل مع الآخرين وبتمتلكوا قدرة استثنائية هذه الفترة على إقناع الآخرين بأفكاركم ومشاريعكم المختلفة وبيكون لمظهركم وسلوكم تأثير واضح في المحيط وبتستفيدوا في هذه الفترة استفادة إيجابية قوية دعم لإلكم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا وجود العطارد في بيت المتاعب بيخليكم شوي تهتموا كثير بالأمور الغامضة وأسئلة عن الحياة الكبرى أو الماورائيات أو بتحاولوا إدراك جوهرها ممكن تأخذك الرغبة في الاهتمام بالأمور الدينية والغيبية والفلسفية ممكن بعض موليد برج الجوزة يقبلوا على قراءة الكتب المتعلقة بذلك أو التواصل مع أشخاص بيعملوا في هذا المجال بيكون لكم تأثير خفي وغير مدرك في وسطكم المحيط حسب طبيعة عملكم ممكن تعملوا على قدرتكم الفطرية في تسيير بعض الأمور خلال هاي الفترة أو تجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعقكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا عطارد رح يكون موجود في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فهذا الشيء بيجعلكم قادرين على الحوار مع الأصدقاء بتمتلك الرغبة والقدرة على الإقناع وتبادل الآراء البناءة والخلاقة ولسيما فيما يتعلق بإنجاز بعض الأمور العلمية أو الفكرية وبرضه بتكونوا مصدر إلهام للآخرين وبيظهر تأثير أو التأثير المباشر من خلال عبارات المديح أو الإطراء اللي بتعزز من شخصيتكم وبتميزكم في الفترة القادمة فترة جيدة للتخطيط لمشروع تشاركي إنمائي وممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض الأصدقاء أو تتعرف على أصدقاء جدد ورح تنشطوا أيضاً بالعلاقات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر رح يكون موجود في بيت السمعة الاجتماعية والترقيات فعشان هيك بيحمل لكم علاقات طيبة مع المسؤولين عنكم في مجال العمل ورح يكون صوتكم مسموع ممكن تأخذ أفكاركم على محمل الجد وتجد طريقها إلى العلن عن طريق مشروع أو ترقيه كما إنكم قادرون هاي الفترة على تحسين صورتكم الاجتماعية وإظهار جوهرها الحقيقي أمام الآخرين ولكن عليكم إنكم تكونوا واضحين وبعيدين عن الضبابية يعني ما تقول والله هم بفهموني لحالهم لا أنت بدك توضح وممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفود برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً عطارد رح يكون في البيت التاسع وإنت أساساً بأثر كوكبك هو عطارد فبما إنه موجود في البيت التاسع معناته بيت الدراسات العليا والسفر بيفتح أمامك الفرص الكبيرة للقيام بذلك رح تكون فترة مناسبة لإقناع أشخاص بيقيمهم خارج البلاد أو بيشتغلوا بين منظمات دولية أو جامعات للتعاقد أو السفر بهدف الدراسة أو العمل وأيضاً ربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء ورح تجدوا دعم كبير في حال استطعتم الاستفادة من أفكاركم في هاي المواضيع كل شيء بتخططوله هاي الفترة بيجد طريق إيجابية للتحقيق في القريب العاجل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتنصب أفكاركم حول ضبط أموركم المالية المشتركة أي الأموال اللي معك شريف فيها وهي فترة جيدة لإتمام المعاملات العقارية أو الإرث أو قرب بنكي أو طرح أفكار المتعلقة بذلك ورح تصلوا لأي يعني بأي طريق تصلوا للشيء اللي بيرضي الطرفين في حال وجود أي خلافات مالية في أو في أي رأي كما أنكم بتجدوا أنفسكم بتعملوا على خلق الأفكار والابتكار في تحسين المنزل وترتيبه بطريقة جديدة وبرضه بتنعكس إيجاباً على نفسيتكم أهم شيء ما تبالغوا كثير في التدقيق أو النقد أو توجيه الملاحظات المباشرة للآخرين ممكن تجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً وجود عطارد في بيت الشراكب يفتح أمامكم الأبواب مشرعة لتبادل الآراء والوصول لا أي شيء بيرضي الطرفين في العلاقات العاطفية وحل أي مشكلة عالقة ممكن يجد فيكم الشريك العاطفي مثالاً حقيقياً أما في مجال العمل فهي هاي الفترة فترة مناسبة أيضاً للدخول في شراكة عملية حقيقية بتعود عليك بالنفع والربح اللي بيكون عنده بعض القضايا العالقة في المحاكم ودور القضاء عليه الاستفادة من هاي الفترة لأنه عنده قدرة على الإقناع وحل المشاكل لمصلحته ولكن بالتابع اللي هي التوقعات اليومية عشان شوف أطارد سعيد ولا منتحس فاستغلوا لما يكون في حالة سعادة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً وجود عطارد في بيت العمل والصحة بيجعل العلاقة مع الزملاء العمل مرضية جداً وبكون لكم تأثير إيجابي عليهم ممكن تجد بعض أفكارك طريقها إلى التحقيق أو للتحقق في إطار العمل اللي بيكون عنده مشروع بيعمل عليه يعني عليه أنه يتممه في هاي الفترة عشان يحصل مكاسبه كمان هاي الفترة فترة أفضل للدخول في برنامج صحي أو غدائي مناسب للكم طبعاً بيعود عليكم عطارد باللي بترغبوا فيه طبعاً للعاملين في مجال الطب والصيدة ليه بتكون هاي فترة مناسبة لاكتشاف عقار طبي أو طرحه للأسواق أو لإنجاز عمل جراحي مهم جداً كما أنه هاي الفترة بتزيد من حيويتك ومنصحتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً وجود عطارد في بيت الحض يجعل موليد برج الجدي ينشط فيه كل الأمور المتعلقة بالمتع العقلية والفكرية والأدابية برضو العاطفية شوي وبكون تأثيرهم كبير في الوسط المحيط فيهم ممكن يجد فيهم الكثيرون قدوة أو مثالاً يحتذا به وبيحثوا أولادهم على الدراسة ممكن تتلقوا أو تلتقوا الكثير من المديح والإطراء في هاي الفترة عشان يعني على أي شيء بتنجزوا كما أنه هاي الفترة بتخلقوا جو من الفرح والمرح في كل مكان بتكونوا فيه بتعرف لقاءاتك متعة بيكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وتعتبر هاي فترة مناسبة للتعليف والنشر بالنسبة للكتاب والشعراء طبعاً كما أنه هاي الفترة ممكن تهتموا بما ينجزوا أبنائكم من إبداع وتكونوا مصدر دعم لألهم وإلهام عشان هيك اكسبوا هاي الفترة بور جداً بالنسبة لما وليد بور جداً طبعاً عطارت بما أنه في البيت الرابع رح يكون تركيزه على العائلة اللي هو بيت العائلة فبيجعلك صاحب تأثير على أفراد أسرتك وفي علاقاتك مع الأب على وجه الخصوص والتقرب منه وبتجد نفسك مدفوع إلى إدخال أفكار جديدة على نمط السلوك والتصرفات داخل المنزل وبيكون لها صدى إيجابي وتأثير كبير ممكن تحمل بعض المسؤوليات الملقاة على عطكك وتكون نتيجة جيدة وبتنصب أفكاركم حول شؤون عقارية أو بيتية أو عائلية أو حتى اللي بيعملوا في هذا المجال رح ينجحوا وبتسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتك وهاي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع بتتعلق بالمنزل أو بالعقارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا تعتبر هاي الفترة الأنسب للتنقلات والسفر القصير القريب والتبادل التجاري اللي بعود عليكم بالأرباح وممكن تجدوا حلول مهمة وجوهرية للتخلص من بعض المشاكل العالقة بيستفيد طلاب المرحلة ما قبل الجامعة اللي هي المرحلة الثانوية والإعدادية لمرحلة المدرسة يعني كثير في هذا الشهر رح يكون لهم تركيز على دراستهم وتدفع بها إلى الأمام بتكون برضو النتائج مرضية جدا وبكون لهم تأثير واضح على إخوتهم وأخواتهم من خلال الحوار وتبادل الآراء زي ما حكينا بيستفيد الطلاب الابتداء والثانوي في الدراسة والمطالعة وأيضا بيستفيدوا موليد برج الحوت بممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية وهذه فترة مهمة زي ما حكينا للقيام بأصفار أو دراسة أو عمل والمشاركة في لقاءات أو الندوات فكرية أو التسويق لفكرة معينة طيب إحنا هيك بنكون خلصنا من الموضوع اللي بيتعلق بالحركة الأمامية الآن الأشخاص اللي بدهم يكملوا عشان يسمعوا التحذير من تراجع عطارد طبعا أنا ما رح أذكر اللي هي تأثيره على الأبراج ولكن بالعموم اللي أنا رح أحكيه هو أهم التأثيرات لأنه عطارد رح يتراجع من 21.4 إلى 15.5 طبعا رح أعمل حلقة بهذا الخصوص لأنه أكيد في هذا التاريخ أغلبكم رح يكون ناسي اللي أنا حكيته لكن اللي عنده أشياء مهمة بده يضبطها أو بده يرتبها إنه يحاول إنه بالتاريخ ما بين 21.4 إلى 15.5 يعني يحاول يبعدها يا قبل يا بعد على أساس إنه ما يجي في فترة التراجع لأنه فترة التراجع هاي إلها أثر كبير على حياتنا نشعر بتشويش في حياتنا اليومية بيبدأ التأثير السلبي للتراجع طبعا قبل حدوثه بحوالي الخمس أيام وبعد انتهاءه بخمس أيام يعني إحنا بيقول مثلا بدي يبدأ التراجع يوم 21.4 نرجع خمس أيام من قبل يعني من يوم نقول 16 شهر بتبدأ التأثيرات 16.4 بتبدأ التأثيرات السلبية وكل ما اقتربنا للتراجع أكثر كل ما زادت حدته ولما يقول إنه بنتهي يوم 15.5 يعني بنتهي تأثيره ما بين 18.5 بيكون انتهت التأثيرات السلبية طبعا المجالات الرئيسية اللي بيأثر عليها سلبا تراجع عطارد هي الاتصالات لأنه في هاي الفترة ممكن تتعطى الهواتف بصورة مفاجئة ممكن تضيع رسائل في البريد أو إنه يتأخر رد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة إلى ذلك تقتض حركة المرور وتننتظر طويل أو فترة أطول بالسيارة في أزمة بالشوارع بتصير تكثر الحوادث السير بشكل ملحوظ بتزداد سرقة السيارات نهيك عن خراب أو تلف مفاجئ أو حوادث مفاجئة بتصير إلها علاقة بالسيارات ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة في فترة راجع عطارد إنه عدد الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة مفاجئة ودون سابق انذار كجهاز التلفزيون المذياع الثلاجة الغسالة أي أجهزة إلكترونية بصير فيها أعطال بشكل مفاجئ في هاي الفترة أيضا يجب الحذر أثناء توقيع على عقد ما لأنه لازم تتفحص بنوده بشكل جيد ولازم تتراجع أهل الإختصاص وتعيده مرتين وثلاث عشان ما يكون فيه بند مخفي هيك بالموضوع هذا آآ يعني يكون آآ يسبب لك متاعب في وقت لاحق بوسعك تأجيل توقيع عقد ما إذا بتقدر آآ فأنا بنصحك إنك تأجله بالفترة اللي ما فيها تراجع بيكون أفضل أما إذا كان في فترة التراجع ومجبر على توقيع العقد ما فيه مجالة أخير بدك تدقق فيه وما تتسرع بالتوقيع أنا بنصح أي شخص في فترة التراجع آآ من عدم كفالة أي شخص آخر ماليا أو إقراضه مال آآ لأنه ما رح يرجع بصراحة في فترة التراجع عطارد من لاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة يعني خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالأسواق المالية وبالبورصة والمضاربات المالية والأمور اللي إلها يعني بهاي الأمور بدهم ينتبهوا آآ لأنه هاي الفترة الأسعار بتكون بتذبذب سريع جدا في كلا الاتجاهين وبتكون غير مضمونة ما بين ارتفاع مفاجئ وما بين هبوط مفاجئ عشقا هيك أكثر الأشخاص اللي بيخسروا بيخسروا دائما في فترة التراجع وطارد ومن الأمور السلبية هي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا لأنه ممكن نفقد حاجيات في أي مكان أوراقك معاملاتك أغراضك الشخصية عادي بتنساها وما بتعرف أنت وين حطيتها بيصير عندك تشويش كامل أما في مجال الدراسة فهي برضو بتخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة في الالتحاق بدورات دراسية وبصير فيه فتور عند الأشخاص وحتى بالامتحانات بصير فيه تسرع واعتماد على الحضوض أو التكالية أو عدم مبالاة قد تنتبهه وتركزه بشكل جيد طبعاً يعد تأثيره سلبياً زي ما حكينا في حالة التراجع على مختلف الأبراج وهذا الشيء بسبب تأثير الترددات الطاقية السلبية المنخفضة اللي بيرسلها عطارد في حركة التراجع على هرمون الكورتزول اللي بيأثر على الحالة المزاجية والصفاء الذهني والنفسي لدى البشر وبيجعلهم مشوشين وغير قادرين على التفكير السليم عشان هيك بنصح الجميع 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 بنصحهم عشان يعني يزيد من تركيزهم وطاقتهم في فترة التراجع انهم يتناولوا الأغذية اللي بتنشط هرمونات السعادة مثل إذا عندهم نقص فيتامين دال طبعاً بدهم يركزوا عليه بدهم يركزوا على شوكولت شوكولاتة الداكنة على جوز الهند المأكلات البحرية العسل السبانخ التمر عشان مادة الفسفور اللي موجودة فيها لنسبة البوتاسيوم برضو بتكون جيدة إذا كان عندهم مشاكل بالقلب طبعاً أو بالكلة البوتاسيوم ما بنصح فيه والاكثار من اليود اللي هو اللي بيجي مع الملح الصخري الملح الطبيعي مش الملح المصنع حتى لو كان مصنع ومضاف له يود ما بنصح فيه بنصح بالملح الطبيعي لأنه بينظم عمل الغدة الدرقية عندكم وهذا الشيء بيحفز اللي هي عملية الأيض إحنا بنسميها بلغة الطب طيب لآن أنا انتهيت يعني ما رح أرجع أذكر لكم تأثيره على الأبراج إيش رح يأثر عليهم وأهم المخاطر اللي رح يعملها أثناء التراجع فعشان هيك بنتركها لها حلقتها اللي هي حلقة التراجع بنذكر فيها تأثيرها على الأبراج ولكن هاي أهم التحذيرات عشان تنتبهوا منها بشكل أكبر وبشكل واضح الآن اللي عجبوا هذا الكلام يحط لايك ما عجبك هذا الكلام حط دس لايك حابة تقولي شكرا بقولك عفوا حابة تسب علي بقولك بارك الله فيك في مزان حسناتك بدك تشترك بالقناة حياك الله بكون نمنون وسعيد جدا بانضمامك مش حابب تشترك بالقناة وتلغي اشتراكك الله يسهل عليك ما عجبك أسلوبي عادي يكبس على هذا وعمل لبلوك وعدم متابعة وتتابعني شي اللي بتكون يعملوه بس يعملوه اللي النشاط على البتاعة على البتاتي اللي تحتها يكبسوا يعملوه سووا الشي يعني وشكرا طبعا للي نشطين على القناة واللي ما بيخذلوني وما بيفشلوني ومؤدبين بيسمعوا الكلام والله هدولا جماعة مربين والله انهم مربين ويعني أكادوا أجزم انه أغلبهم رضيين ولدين هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء